مفيش عائلة مثالية ومفيش قرايب مش بيتخنق يعني احنا مش ملايكة احنا بشر ومن لحم ومن دم السؤال بقى اللي بيخلي القرايب اللي من لحم ودم دول يتخنق الحقيقة لأسباب كتير جدا على سبيل المثال فيه اشهر خناء بتحصل بشكل دوري بين القرايب كل خميس وكل جمعة وكل ما يتقبله اللي هي خناءة العيال الصغيرة اللي ضربوا بعض اللي بتعكي فيها الكبار زيزو قال لي مشوا انه ضعيف وشبه البنات فمشوا سيخن ادالوا بالبنية في وشه ام زيزو تزعق في ميشو وتقول انه مش متربه ام ميشو تاخد صف ابنها طبعا بمنتهى التفاهم وتقول ان الولد كان في حالة دفاع شريعا عن النفس كلمة من هنا بقى على كلمة من هنا هوب بولعت حريقة بقى فيه طار بيت بين العلتين عندك برضو خنايات الافراح يعني مثلا قبل الفرح تسمع جمل مين عزم مين ومين معزمش مين هنا بقى تسمع الجمل الدرامية بتاعت احنا برضو نشرف وعندنا بيدل وجرفتات يا عم حضرتك كنت محبوس واخد ثلاث سنين سجن اقولك ازاي ولو تعزمني تعزمني وانا اعتذر انا مال اثناء الفرح بقى عند خناق بتاعته ليه حمزة ابن ماء هو اللي يمسك المصحف كده في الزفة قدام العريس والعروسة ومش مروان ابني ليه هو مروان اهبل كافر مروان ميمسكش المصحف ليه وخناقه جوه القاعة بقى متفهمش ليه الرقص الهيستيري والتنطيت والعرق والفرادة بيعتبره علامة من علامات الوفاء كده والمجاملة واللي ما يرقص لغاية لما يعمل طوله يبقى ليه للأدب مش فرحان ما عملش الواجب لا فيه بقى خناقات العزمات اشهرها الخناقات العكسية اللي هو لما تعزم حد على العشاء وهو ما يجيش ويقول لهم احنا صحيح مش قد المام بس نضاف يعني ومنخسل الشوك واللدباق والمعالي حضرتك انا كنت في العناية المركزة برضو ما فيهاش حاجة لما كنت تعادي تاكن لقمة معانا يعني وترجع على عنايتك تاني هو احنا مش هنعتني بيك هي العناية هطير يا حبيب انا كنت معلقة محاليه هو احنا قصرنا تم تيجي نجيبلك محاليلك ونجيبلك حاجة يا ابن انا كنت بين الح الحياة والموت يعني كمان كمان تبقى بين الحياة والموت عندنا هنا ومتعديش تكبر بخاطرنا واخناقه برضو في العزمات فيه خناقات تعدمني مشهورة اسمها كده تعدمني تعدمني لو مكلت الور كده يا رب اموت لو مضربتش طبق المحش ده والموضوع بقى بيبدأ يتطور وبيوصل للطلاق طب ليه كده فيه خناية عزومة اول يوم رمضان تخيل اول يوم رمضان ده عند مين وليه عندك انت ومش عندنا تفرق فيه ما تروحوا اي حت يعني اي الشرف العظيم في ان العزومة تبق عندك انت ومش عندي هتبقى انت الدولة المستضيفة لدولة الالعاب الاولمبية مثلا بتتنفسه في ايه انتو غويينش اه مروا دل لسه في ثلاثين يوم يعني لسه بدري واخناقه تقاربنا اللي راجع من الصف ومش جايب هدايا او جايب لحد وحد لا او جايب لحد اقل من حد او جايب لكل الناس ومش جايب لنفسه هي اي تلكيك وخلاص ده غير بقى خناقات الهدايا فيه خناقات الفلوس لما تخش مع رايبة الجامعية لازم تقلب بخناقه دي قاعدة معروفة العاد والنقطة كل الحاجات دي قريبك بقى اللي بخش في مشاريع ويفشل بومنتال حب 19 مرة في حياته كل العيلة لازم في كل مرة تلمي فلوس عشان تنكزه او قريبك اللي عنده مشروع بيبيع اي حاجة وانت روح تشتريت من برا فيه بقى الخناق اللي بتبقى ما بين اي حد من العيلة وقريبك الوسط ده بيبقى شخص حظه كده ربنا فتعها بمركز شوية علاقات والعيلة كلها لازم تستخدمه اسوأ استخدام طول حياة وتلاقي تليفونه ما بيبطلش والنبع مادة عليه مخالفات شيلها فؤاد عليه غرامات شيلها زياد عنده اللوز شيلها برضو عادي ولو الدكتور في العيلة فيه خناقات بتاعته برضو لانه مطلوب منه انه يكشف على كل العيلة ببلاش وفي كل التخصصات ما تسألنش ازاي مهندس بقى مدرس سباك طيار اي حد بيعرف يعمل اي حاجة مميزة في العيلة لازم يبقى تلتين العيلة شايلين منه وطبعا فيه خناية انت مش عايز تتجاوز بنت خلتك ليه مالها بنت خلتك مش بحبها لا الحب بيجي بعد الجواز بص يا طانت انا فعلا بخاف منه لا الرعب بيمشي بعد الجواز طانت انا لسه صغير هتعجز اثناء الجواز عادي ولو ما تجوزتاش العيلتين هيتخنى وبردو لو تجوزتها العيلتين هيتخنى